موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه ووالديه وآله وأصحابه أجمعين اللهم إني أقدم إليك بين يديك لنفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله فإذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا الله حبا فيه وبجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبيعه وولاه مع الناس لازلنا معكم عبر هذه الفضائية الطيبة المباركة في برنامج مع الناس على قناة الناس وسلوغن المعروف المتعارف بيننا وبين الناس نقدم ما ينفع الناس لازلنا في هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج الطيب المبارك نتحدث عن حديث سيدنا هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حلقتنا الأسبوعية صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة المباركة المعنونة بعنوان كأنك تراه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أردنا أن ننشئ فقرة خاصة لنتعرف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونار الحبيب صلى الله عليه وسلم فلما قرأنا وبحثنا وتدارسنا فيما بيننا فيما مضى من حلقات علمنا أن هناك مجموعة من الصحابة خمسة من الرجال وسيدة واحدة هم الذين وصفوا لنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانتقينا من بين هذه الأحاديث حديث سيدنا هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن سيدتنا السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاه عندما سأله سيدنا الإمام الحسين عن حلية سيدنا صلى الله عليه وسلم فقال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سأله سيدنا هند فقال يا خال صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا هند وصافا وكان يسأله عن حلية رسول الله وقال له لما قال إني أشتهي أن يصف لي منها شيئا فأتعلق به وهذا هو سر حديثنا في هذه الجلسة المباركة فكان صلى الله عليه وآله صحبه وسلم كما وصفه سيدنا هند بن أبي هالة فخما مفخما وقد مر معنا معنى هذه الكلمة المباركة أما اليوم نتحدث عن صفة جميلة جليلة في سيدنا صلى الله عليه وسلم حيث قال سيدنا هند بن أبي هالة لابن أخته سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء ابنها سيدنا الإمام الحسين قال له كان صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر الله أكبر يتلألأ وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم تلألأ القمر ليلة البدر وهنا وكأنه يمثل له مثالا لا على الحقيقة حتى يفهم السائل وتصل إليه هذه الإجابة العطرة المباركة ما معنى كلمة يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألأ القمر ليلة البدر قيل أن تلألأ الوجه هو من الفرح عندما يفرح الإنسان ويبتسم يتلألأ وجهه وكأنه يستنير وكأنه يشرق فإذا قلت فلان وجهه استنار أو وجهه أشرق أو وجهه تلألأ كل ذلك منبعه الإبتسامة وكل ذلك منبعه السرور وهنا دلالة على أن سيدنا هند كان عندما يرى الحبيب المصطفى يراه دائما في حالة تبسم وسعادة واستنارة وإشراقة على محياه الشريف صلى الله عليه وسلم فلما أراد وصف حلية رسول الله قال كان يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر وليلة البدر هي الليلة الرابع عشر من كل شهر هجري هذا الشهر القمري في هذه الليلة المباركة يكتمل هذا البدر فيتلألأ أي يستنير وكأن البدر اكتمل نوره وكأن البدر قد أشرقت عليه هذه الأنوار فانعكست أنواره على كوكب الأرض فكل من نظر إليه رآه مستنيرا مستديرا مشرقا يتلألأ في كبد السماء فكان يقول هكذا كان وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجه رسول الله كان يتلألأ تلألأ القمر ليلة البدر وإذا ضحك صلى الله عليه وسلم إذن علمنا في الابتسامة يكون الاستنارة تكون الاستنارة ويكون الإشراق وإذا ضحك ماذا يفعل ما الذي يجري في حالة ضحك رسول الله وفي الغرفة التي فيها رسول الله والجدر التي حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا ضحك تلألأت الجدر أي وكأن الجدران التي حولا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته كلها تستضيء باستنارة وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور هذا النور هو الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم وأشار إليه العلماء قالوا عندما دخل رسول الله إلى المدينة المنورة أضاء فيها كل شيء كل شيء في المدينة كل بيت كل غرفة ازدادت نورا على نور حب الله لها المدينة محبوبة الله لما محبوبة الله؟ وكيف علمنا أنها محبوبة الله؟ الله تبارك وتعالى عندما خاطبه نبيه صلى الله الله عليه وسلم ودعا قال ربي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي رسول الله يقول مكة أحب البلاد إلي فأسكني في أحب البلاد إليك فأسكنه المدينة المنورة فازدادت نورا على نور حب الله لها بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقبت هذه المدينة بالمدينة المنورة لما منورة لأن جدر هذه المدينة استضاءت بنور وجه رسول الله الذي قال عنه سيدنا هند بن أبي هالة كان إذا ضحك تلألأت الجدر وكان صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر ليلة البدر صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيمة صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيمة هذا هو شعارنا في هذه الفقرة المباركة المعنونة بقولنا صلوا عليه المأخوذة من قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك ربنا وسعديك اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وفي كل حين يتبادر لذهن كل واحد مننا وفي هذه الفقرة نعد جزءا مهما وهو حل بعض المعضلات وبعض المشكلات وبعض التساؤلات التي ترد على القلب والعقل والخاطر والروح ومنها هل يجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نتقيد بصلاة واحدة على الحبيب الأعظم أم يمكن أننا نصلي عدة صلاوات هذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا قد تبادر إلى أذهان قبلنا من العلماء والصلحة والفضلاء وأجاب عليه علماؤنا فتنوع الصلاوات على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على جنابه النبوي الشريف في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لم يأتي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة أمر بالتزام صيغة معينة وعدم الصلاة بغيرها ما ورد آية تقول صل هذه الصلاة فقط أو حديث صلوا بهذه الصلاة فقط إنما الصلاة على حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معناها المجمل الاعتناء به معناها من أين أتينا بهذا المعنى يقول القاضي البيضاوي رحمه الله في تفسيره الشهير وهو من أعظم التفاسير في قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ معنى ذلك أي أنكم تعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ اعتنوا أنتم أيضا كما اعتنت الملائكة به فإنكم أولى به من الملائكة لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا ونحن أولى به من أي مخلوقات الله عز وجل يقول الخطيب الشربيني رحمه الله ورضي عنه وهو من كبار علماء السادة الشافعية في تفسيره أيضا قوله أي أنهم يحيوه صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام قال وأظهر شرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حسن متابعته وكثرة الثناء على حضرته صلى الله عليه وسلم بالثناء الحسن عليه وللقياد لأمره في كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم فنحن مأمرون بأن نصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم بكل صيغة تظهر شرفه وعظيم قدره على قدر ما تصل إليه قدرتنا وطاقتنا وقد أكدت السنة النبوية المطهرة في هذا المعنى في أحاديث منها أحاديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال هذا الحديث الذي رواه ابن ماجأ وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو حديث حسن صحيح ومن كلام السادة العلماء أن هذا الباب وهو باب الصلاة على حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يوقف فيه مع المنصوص بنص واحد أو نص محدد لعالم أو لعارف أو لإمام أو لتقي أو لمحدث وأن من رزقه الله تبارك وتعالى بيانا فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة المباني الصريحة المعاني مما يعرب الشرط عن كمال شرفه وعظيم حرمته كان ذلك واسعا هذا من كرم الله سبحانه وتعالى والدليل ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أحسن الصلاة على نبيكم فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن أجمل وأحب الصلوات المشهورة عند كثير من الناس تلك الصلاة التي تسمى بالأسعدية للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي ذكرها في كتابه الرسالة وهي صلاة عظيمة قال فيها اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد رأى العلماء والأئمة بشارات المغفرة والقبول والرضوان للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ألهمه الله سبحانه وتعالى إياه من هذه الصلاة الملقبة والمسمى بالأسعدية حتى قال بعضهم قد رأيت الشافعي في المنام بعد موته فقلت له ما فعل الله بك فقال سيدنا الإمام الشافعي غفر الله لي بصلاة صليتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الرسالة وما هي تلك الصلاة يا ترى قال الإمام الشافعي اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون والخلاصة حبيب قلبي وروحي الصلاة على حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها دعاء والدعاء مباح فيه تعدد الألفاظ الواردة وغير الواردة إذن فالصلاة على حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بابها واسع يجوز لك أن تصلي بالتي قالها صلى الله عليه وسلم ومن بعدها يمكن أن تصلي بالصلوات التي قالها العلماء والعارفون ثم أن تأتي بصلاة ترى فيها ألفاظا صريحة صحيحة المباني والمعاني فقلها ولا حرج عليك في ذلك مثلها مثل الدعاء في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الساعات المباركة دائما نبحث عن الأشياء التي تنفع الناس لنا سؤال طرحنا على حضرات السادة المشاهدين ونزلت كاميرا قناة الناس لتنظر في نبض الشارع مع الناس تسألهم ما هي أسماء حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نصلي عليه بالأسماء التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا التقرير السريع المبارك ننظر نبض الشارع وأقوال الجمهور المبارك في أسماء حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهلموا بنا نرى أسماء الحبيب المصطفى ونسمع ماذا يقول الناس عبر قناة الناس ما ينفع الناس حضرتك ممكن تقول لنا كم عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والله على ما أتذكر أن فيه تلات أحديث منهم أنه هو 99 اسم زي سأدى أسماء الله الحسنة وفيه حديث تاني أنه هما يعد تلتمية اسم فيه حديث تذكر فيه خمس أسامي تقريبا تلتمية اسم أو 295 عدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والتسليم يعني هما يجيح حوالي أكثر بتاع حوالي تلتمية اسم العدد هما أكثر من تلتمية اسم كما على أفضل الصلاة والسلام هما كتير أنا مش قادر أعرفهم كلهم هما كتير بس أنا مش فاكرة مش فاكرة هم كلهم 99 هما كتير جدا ما يقارب 300 اسم قادرتك ممكن تسملنا بعض الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل ومحمد وطهى وياسين المدثر المزمل طهى أحمد المصطفى محمود من لهم أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام وأبا القاسم والمصطفى مع الصدق الأمين المدثر المزمل طهى والمزمل والمدثر والمصطفى وأبا الزهراء وأبا القاسم هم كثير من ضمنهم محمد وأحمد ومصطفى وطاها محمود وأحمد وطاها ويسين ومصطفى محمد ومصطفى ومحمود وأحمد وبالقاثم محمد عليه الصلاة والسلام أحمد مصطفى المصطفى الهادي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد ليس بغريب على الشارع المصري هذا الجمال وهم يرددون ويذكرون أسماء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتعرفون ويتعرفون عليها هذا النبض المهم في قلب هذه المدينة وفي هذه الدولة وفي هذه الأمة نستشهر اتصال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقلوبنا واتصالنا نحن وارتباطنا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا سؤال في هذه الحلقة المباركة ما هي أسماء حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد هذا التقرير المبارك يسعدني أن أتلقى اتصالات السادة المشاهدين من داخل مصر ومن خارجها ونحن نسأل هذا السؤال ما هي أسماء حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأستعد بتلقي واستقبال أول اتصال في هذه الحلقة المباركة من الأستاذ أحمد من المنصورة أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد أهلا أهلا بحضرتك يا مرحبا أستاذ أحمد أولا أهلا بك على قناة الناس وثق وتأكد أن ما تذكره الآن سينتفع به الناس لهذا السؤال المبارك وهذا الجواب المبارك وهذا البرنامج المبارك وهذه الفقرة المباركة لما طرحنا هذا السؤال ووجدت هذا السؤال له معنى في قلبك يمكن أن تعرفنا عن إجابة هذا السؤال ما هي أسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أشهر أسمائه أحمد وأبا القاسم وهناك أسماء ذكرت في القرآن الشاهد والمبشر والنذير والدعي إلى الله والسراج المنير ومن أسمائه المشهورة المصبار المصطفى الأمين الشفيع والمشفع والصادق والمصدوق هذه هي أشهر أسماء صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبرك عليه أستاذ أحمد أكيد حضرتك سيد الوالد والأسرة الكريمة وأكيد على المنابر وفي الدروس وفي الشاشات وفي الفضائيات جملة هذه الأسماء من أين تعلمتها؟ من أين سمعت هذه الأسماء؟ وهل كان يستغرب عندك أنك تسمع اسم تقول هذا هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم الأمر مشكل بالنسبة لي؟ من أين تعلمت أو تعرفت أو سمعت هذه الأسماء؟ من أشهر التعلم هو القرآن الكريم إلى جانب وسائل أخرى المسجد وسائل الإعلام ولكن أشهرها هي القرآن الكريم يعني ليس منك أفضل طيب اليوم وجانبك الكريم تشاهد هذه الحلقة الآن على الهواء مباشرة عبر قناة الناس أكيد بحثت غير الذي هو مخزن في الذاكرة ومعروف ما الفائدة من هذا السؤال؟ هل أضفنا لك شيئا اسما جديدا وقرأ في قلبك وعقلك اليوم؟ حسيت أنه في اسم جديد من أسماء سيدنا النبي أضيفها إلى مخزون المعلومات الخاصة بالأستاذ أحمد من المنصورة؟ هناك أسماء مثل أضيفة مثل الماحي أشهر الأسماء التي عرفتها اليوم ما شاء الله جزاك الله خير وشكرا جزيلا لوقتك سيدي الكريم أستاذ أحمد من المنصورة كان معنا جزاك الله خيرا على هذه المداخلة والمشاركة والإضافة لك ولنا وللأمة أجمعين سادتي الأسماء الشريفة لمن أراد أن يطلع عليها أكثر اطلاع وبإذن الله تعالى نفرد لها حلقة خاصة عندما نتحدث عن عدد أسماء حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي تجاوزت أكثر من مئتاء وواحد اسم ذكرها الإمام سليمان الجزولي رحمه الله في كتابه دلائل الخيرات وهذا الكتاب كان ولا يزال موجود بين أيدينا يعنون لأسماء الحبيب الأعظم والنبي الأفخم أسماء أو ألقاب أو صفات كل إنسان زار المدينة المنورة وخصوصا من الساد الرجال إذا دخل من باب السلام أول ما يدخل الزائر على حضرة رسول الله من باب السلام وهو يمشي يقدم الخطوة ثم الخطوة سيجد على يمينه جدار القبلة في هذا الجدار علامات مستطيلة ودائرية في الدوائر يكتب صلى الله عليه وسلم وفي المستطيل تكتب أسماء حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم من على باب السلام ستجد أنه قد خط بماء الذهب هذه أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم من بعدها تبدأ كل مستطيل يحمل اسما أو اسمي من أسمائه الشريفة ثم دائرة فيها لفظة الصلاة والسلام على حضرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى باب البقيع الغرقد إلى جنة البقية وأنت تقف أمام الشباك الأعطر الأزهر الأنور تصلي وتسلم على حضرته الشريفة وقد حفت بك أسماء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي سطرها العلماء في كثير من الكتب ومن أشهرها كتاب دلائر الخيرات للإمام المبارك سيد سليمان الجزولي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين نازلت أتلقى الاتصالات والمشاركات من السادة المشاهدين ونعبر عن هذه الأسماء الطيبة الطاهرة منها الاسم المنير وهي صفة واسم للحبيب صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم وأيضا وجهه المنير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما مر معنا قوله الماحي وهو الماحي لكل ضلال كان قبله روح له الفداء المبشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبشر بكل خير صلوات ربي وسلامه عليه وهنا سؤال لابد لنا أن نتعرض له هل يجوز لنا أن نصلي على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل اسم؟ نعم هل يمكن لي أن أقول اللهم صلي على الماحي؟ نعم هل يجوز لي أن أقول اللهم صلي على أبي القاسم؟ نعم هل يجوز لي أن أقول اللهم صلي على المبشر؟ نعم أصلي على البشير النذير نعم كل هذه الأسماء والصفات هي بركة من بركات الله سبحانه وتعالى لأسماء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من أجمل الأشياء التي استفدت منها على الصعيد الشخصي المشاركات والمداخلات من السادة الجمهور المبارك لنا طفل صغير في العمر كبير في القدر وفي المعنى بإذن الله تبارك وتعالى اسمه عمر وهو هذا الولد المبارك الطفل الذي أراه أيقونة الآن في أطفالنا يصور نفسه أمام الشاشة مع كل حلقة من حلقات برنامجنا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب اليوم أن يكون معنا على الهواء مباشرة فأقول أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمر السلام عليكم يا عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عمر الحمد لله أنا مبسوط يا عمر لأنك تصور أمام الشاشة معنا في كل حلقة جزاك الله خيرا عندنا سؤال يا عمر ما هي أسماء حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف الجواب نعم يا عمر أنا أسمعك تعرف الجواب نعم ما هو الجواب يا حبيبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء نعم أنا محمد وأنا أحمد وأنا البيح الذي ينصو بي الله الكفر وأنا الحاش الذي يحشو النصو على قدمي وأنا العقب الذي ليس نبي بعدك صلى الله عليه وسلم أحسنت يا عمر وأحسن الله عز وجل لمن ربك لوالدك ووالدتك ولأسرتك الكريمة التي علمتك وجعلتك أنت تتابع هذه الشاشة لتنتفع بها في صغرك شكرا يا عمر وأنا سعيد جدا بالتواصل معك أنا أحبك كثيرا يا عمر جزاك الله خيرا بارك الله فيك ومتعك الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية وطول العمر إذا كان هؤلئهم أبناؤنا الآن في الصغر يحفظون أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويرددونها وينشرونها كيف بهم إذا وصلوا إلى العشرين من عمرهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر وفي والديه وأن يجعله قرة عين للحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشاهدي الكرام لا تذهبوا بعيدا لا يزال معنا فقرة شيقة مباركة في كل مرة نطرب ونسعد بمديح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الفاصل معي فقرة إنشاد جليلة وجميلة لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا لنستمتع سويا بالصلاة والسلام على حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيمة عدنا والعود أحمد من جديد في واحة الإنشاد والإرشاد في هذه اللحظة المباركة وأنا بين يدي حضرتي منشد صاعد ونجم لامع بإذن الله تبارك وتعالى في سماء المديح والإنشاد في سماء حب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كلما صلينا عليه ازددنا عماد معي ومعكم المنشد محمد عماد أهلا وسهلا ومرحبا بك محمد عماد في مع الناس أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك برحب بك وبرحب بمسادة المشاهدين من كل مكان جمهور قناة الناس سواء اللي بيسمعونا على السوشال ميديا أو على التلفزيون يرب يعطيك الصحة والعافية وينفع بك ويرفع قدرك في سن الشباب وأنت مرتبط ومتعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم هذا ليس بغريب على مصر وعلى أهل مصر وعلى شباب مصر لما يتعلقوا في سن مبكرة كما قال صلى الله عليه وآله صحبه وسلم شاب نشأ في طاعة الله محمد عماد كيف كانت النشأة والله نشأتي كانت عبارة عن زي أي طفل ريفي خالص بيروح الكتاب وبيتعلم وقرأه الكتابة وحفظه القرآن الكريم فأنا حفظت القرآن الكريم على يد الشيخ فضلة مولانا الشيخ حسيني محمد حسيني ربنا يبارك في عمره وكمان ختمت ختمة على الشيخ محمد عبدالغفار وبعدين ختمت القرآن وأنا فصدت ابتدائي وبعدين أخذت الإجازة في رواية حفظ عن عاصم والقراءات العشر على يد الشيخ أمير الحوفي ما شاء الله كل ما ذكرته جميلة كلفت انتباهي شيء أنه مثل أي طفل ريفي كلمة ريفي الآن الناس بحاولوا يبتعدوا عنها وكأنك تعتز بها لأنها صنعت منك قارئا ومتهلا ومنشدا من تراب مصر ومن طين مصر ومن أزقة مصر من أصوات تعلمت واستمعت منها شيء عظيم جدا سيد محمد عماد هذه الهوية المباركة ما شاء الله رب يعطيك الصحة والعافية ويحميك لو سألنا سيد محمد عماد دلوقتي إيه اللي بدندم في بالك من إنشاد ومديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتشوف الناس بتروح للعمرة بتروح للزيارة وكلهم قصدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي أكيد حبيبك لأنك أنت بتحفظ القرآن الكريم وتنشد وتصلي على حضراتك الشريفة فتقول إيه للناس اللي رايحة تزور حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول يا رايح للهادي طبيبي سلم لي على طه حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رايح للهادي طبيبي سلم لي على طه حبيبي يا رايح للهادي طبيبي سلم لي على طه حبيبي سلم لي على الغالي سلم لي على الغالي سلم لي على الغالي سلم لي على الغالي محمد سلم لي عليه بشؤوة محبة سلم لي عليه جوى الكعبة سلملي علي بشقوة محبة سلملي علي جوه الكعبة على بابه سلملي وصبح وبنوره صلي علي وسبح على بابه سلملي وصبح وبنوره صلي علي وسبح ده صباحه الحلو الغالي سلملي علي 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 الغالي محمد انشد له نشيد من ألحاني متلحن بمداد رباني انشد له نشيد من ألحاني متلحن بمداد رباني ودعي لي هناك اني أزوره وتمتع وتملى بنوره ودعي لي هناك اني أزوره وتمتع وتملى بنوره نور طهى عم على الوادي سلملي علي الغالي سلملي علي الغالي سلملي علي الغالي محمد وصبحتنا غنوها بنورطاها ولا عاشق إلا أغنى غنوتي كانت حب وتوبة ويوماتي بأولها متنوبة غنوتي كانت حب وتوبة ويوماتي بأولها متنوبة حب في أهل البيت أسيادي سلملي علي الغالي سلملي علي الغالي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وكرم على الغالي الأغلى صلى الله عليه وآله وصحبه يا راجل انت شوقتنا بالكلمات العذبة التي كلها هوية مصرية بلهجة مصرية بسيطة تصل إلى القلوب ما شاء الله عليك تقتحم الأبواب كده أبواب القلوب مباشرة عشان تفكرنا بزيارة الحبيب الأعظم والنبي ربنا يا رزقنا يا رب الزيارة جمعا إن شاء الله أكيد كل مشاهد دلوقتي بيشوفنا يا محمد واسمح لي أقول محمد لأنك زي أخوي الصغير أكيد فضل محمد عماد المنشد والأستاذ القدير لما كنت بتنشد كل الناس اشتائت فكل إنسان فينا مشتاء حضرتك مشتاء أنا مشتاء جدا المشتاء بيقول إيه لما بينشد وهو مشتاق إيه كلماته إيه ألحانه إيه أنشودة بعنوان مشتاق نقولها إزاي نسمعها إزاي يفيض دمعي يا رسول وتبحر الأشواق أسير في درب يطول هل بمن أشتاق هذا سلامي يا حبيب يسير فوق براق لنظرة منكم رغيب يا زين الأحداق صلت عليك السماء وحنة الأكوان يشد المدى كلما قد لاحصت أذان وانا وانا يا سيدي مشتاق وانا وانا يا سيدي مشتاق قد كنت في الدنيا لنا لنظرة تواق تبكي تقول أمتي شوقي لهم حرق يا سيدي أرواحنا هل ترتوي بتلاق وتستقي أبداننا من كفك الترياق صلت عليك السماء وحنة الأكوان يشد المدى كلما قد لاحصت أذان وانا وانا يا سيدي مشتاق وانا وانا يا سيدي مشتاق وانا يا سيدي مشتاق لسان كل واحد فينا الآن بيقولها بيشكرك وبيقولك فعلا كلنا معك وكلنا مع قلبك اللي هو عاشق وحابب ومشتاق لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوقتني بعد ما سمعت منك الأولى والثانية لأنه مدأقك جميل يا سيد محمد عماد فأكيد لو قيل لمحمد عماد وفي ظل هذه الزيارات للكتتيب والجيران والأحباب كيف تصف النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لو قيل لمحمد عماد أيها القارئ المنشد في سن شباب وأنت مرتاح تنظر إلى هذا الخير الكبير كيف تصف سيدنا النبي يلا بنا نسمع وصف النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم هذه هي القريبة من قلبك في وصف الجناب النبو الشريف نسمعها معاك ونكون قريبين من قلبك في سن الشباب في قلب تعلق بالله ورسوله نعم وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى يروي أصحاب كرام منهم علي ذو الوافى هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر والشعر أسود لونه والوجه حكاه القمر والشعر أسود لونه والوجه حكاه القمر وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى يروي أصحاب كرام منهم علي ذو الوافى منهم علي ذو الوافى رمش العيون له انحناء وسوادها ليل الهناء رمش العيون له انحناء وسوادها ليل الهناء هو أدعج العينين قد نظرت بنور الهناء هو أدعج العينين قد آه نظرت بنور الهناء وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفى يروي أصحاب كرام منهم علي ذو الوافى منهم علي ذو الوافى اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه الطيبين الطاهرين الآل والأصحاب هؤلاء ثمرة عظيمة في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم نستقي منهم جمال سيدنا النبي والصحابة يصفوا سيدنا النبي ونحن في هذا البرنامج في برنامج مع الناس على قناة الناس نقدم ما ينفع الناس بنتكلم في فقرة صلوا عليه وسلم وتسليم الصلاة على حضرة سيدنا النبي وبنتكلم في فقرة كأنك تراه ونحن نذكر حديث سيدنا الإمام علي واليوم جزاك الله خير ترجمت لنا جزء من هذا الحديث المبارك ونحن نصف الحبيبة صلى الله صحبه وسلم بما قاله آل بيت الحبيبي صلى الله صحبه وسلم وأصحابه الكرام هذا من كلام سيدنا الإمام علي الوصف في هذه الأبيات المباركة أكيد محمد عماد الطالب للقرآن الكريم والمتمع في هذه الكلمات ويعجبني فيك أستاذ محمد أنك تنتقي الكلمات الغير مطلوقة غير متداولة بين الناس تستقي من كلام الصحابة ومن كلام آل البيت أكيد في كلمات عدت عليك واسمعتها ذلكم الصحابي الجليل الذي قال لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفة كفي على بصري وكأنه خايف من حاجة ذلكم الصحابي من خيفة كفي على بصري لماذا لأنه سيرى أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم أنوار الجمال والجلال نحن في قناة الناس مع الناس نقدم ما ينفع الناس عايزة نسأل محمد عماد هل تحفظ هذه الأبيات ويمكن أن تدندنها ليسمعها منك كل الناس طبعا يلا بي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نظرت إلى أنواري سطعت وضعت من خيفتي وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري خوفا على بصري من حسن صورتي فلست أنظره فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في روح من النور في جسم من القمر كحليات النسجات كحليات النسجات بالأنجم الزهور لما نظرت إلى أنواري سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ما هذا الجمال الذي أنت فيه يا أستاذ محمد عماد أنا جدا مبسوط وسعيد في سن الشباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاب قلبه معلق بالمساجد وأنت قلبك معلق برسول الله بدأت تتحدث عن مسيرتي الذين سيزورون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكرت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيبك وطبيبك ثم ذكرتنا بحال المشتاق عندما يزور الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل واحد فينا يقول أنه فعلا مشتاق للجناب النبوي والآن تختم هذا الكلام برؤية الحبيب الأعظم أظنه خير ختام لهذه الفقرة المباركة ولهذه الحلقة المباركة ونحن نشد على يديك بهذا السن المبارك ونقول لك البصاط لك مفتوح والباب لك مفتوح فغرد في هذه الدنيا بألحان وأصوات وطبقات ومقامات وكلمات في حب الحبيب المصطفى سيد السادات صلى الله عليه وسلم جزى الله من رباك خيرا وجزى الله من علمك خيرا وجزى الله هذه البلاد المباركة مصر التي تصدر للعالم أمثال هؤلاء الشباب أمثال محمد عمات شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم كنت أنا بين يديك مدح الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قناة الناس والباب لك مفتوح دائما نسعد بك وبإذن الله نراك نجما لامعا في سماء الإنشاء في مصر وفي خارجها شكرا جزيلا محمد عمات مشاهدي الكرام في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة وأنا في ساعات وفي دقائق وفي لحظات يقول قائلهم يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض عن أرجائها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب إلى ملتقى جديد بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف على الحبيب المصطفى السعيد الفريد في قناة الناس في برنامج مع الناس لنقدم ما ينفع الناس استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا عليه وسلموا تسليم حتى تنالوا جنة ونعيمة والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة